التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينيتش مجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد ستة فلسطينيين في قصف قوات الاحتلال بطائرة مسيرة مخيم نور شمس بمدينة طول كرم بالضفة الغربية كانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مخيم نور شمس لليوم الثاني على التوالي بقوات كبيرة يرافقها جرفات وفي قلقيلية اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الأشخاص خلال مداهمة عدد من المنازل بقرية كفر قدوم وفي محافظة تايرا مالا والبيارا اقتحمت قوات الاحتلال عدة قرى وبلدات وأطلقت الرصاص بكثافة خلال الاقتحام تواصلت الاشتباكات العنيفة بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال بقطاع غزة وأوضحت مصادر فلسطينية أن الاشتباكات وقعت في أحياء النفق والتفاح والدرج بمدينة غزة مشيرة إلى اجتداد وطيرة الاشتباكات في المناطق الشرقية لخان يونس من جانبه أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط وجنديين خلال المعارك البرية مع المقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة مما يرفع قتله إلى 164 منذ بدء عمليته البرية في غزة استشهد 26 فلسطينياً جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منازل في خان يونس جنوب قطاع غزة كما استهدفت طائرات الاحتلال بشكل كثيف مخيم جباليا شمال القطاع بما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين كما استشد خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية على منزلين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البانتاجون أن القوات الأمريكية أسقطت أكثر من عشر طائرات مسيرة وثواريخ فوق البحر الأحمر وأوضح البانتاجون في بيان له أنه لم تحدث أضرار للسفن في المنطقة ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أعربت فرنسا عن قلقها العميق من إعلان الاحتلال تكثيف عملياته في قطاع غزة وإطالة أمد الحرب ودعت الخارجية الفرنسية مجددا إلى هدنة فورية تؤدي إلى وقف لإطلاق النار معربة عن أسف باريس للقصف الممنهج الذي أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين في الأيام الأخيرة كما طالبت الخارجية الفرنسية إسرائيل بتسهيل إيصال المساعدات إلى جميع أنحاء قطاع غزة واتخاذ إجراءات عاجلة لضمان وصول إنساني كامل وآمن وبدون أواق بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال اتصال هاتفي مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني الجهود الجارية لتسهيل التدفق المتزايد والمستدام للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى قطاع غزة كما بحث الرئيسان الجهود العاجلة لضمان إطلاق صراح جميع المحتجزين لدى حركة حماس بما في ذلك المواطنون الأمريكيون واستعرض جهود الوساطة المشتركة للتهدئة وصولا إلى وقف دائم لإطلاق النار التقى وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر بوزير الخارجية الأمريكي أنتني بلينكين ومستشار الأمن القومي جيك سوليفن بحث الاجتماع الجهود المبذولة لإعادة المحتجزين المتبقيين لدى الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة والانتقال إلى مرحلة مختلفة من التصعيد الجاري في القطاع فضلا عن خطة سلطات الاحتلال عقب انتهاء العملية في غزة ورياضيا فاز الاتحاد السكندري على ضيفه فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على الساد الإسكندرية ضمن فعاليات الجولة العاشرة لمسابقة الدول الممتاز وبهذه النتيجة يرتفع الرصيد الاتحاد السكندري إلى 15 نقطة ويرتقي للمركز الرابع بجدول الترتيب بينما تجمد الرصيد فاركو عند خمس نقاط في المركز الأخير للمسابقة انتهى مجزو التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل